بكل خير الرحمة على أرواح شهداء سوريا وتحية إلى أشاوس جيشنا الباسل وسائل إعلام البترو دولار ومعها كبرى المحطات ووسائل إعلام العالمية تعتمد أسلوب التضليل بهدف تضيع الحقيقة فالقول إن جبهة النصر والقاعدة تنظيمات إرهابية ما هي إلا محاولة لفصلها عن الجيش المرتبط والحقيقة أن كل من يحمل السلاح ضد الدولة السورية هم قتلة مجرمون يقصفون الجامعات والجوامع يقتلون المدنيين الأبرياء ويمثلون بالجثامين يعلمون الأطفال قطع الرؤوس يفخخون السيارات ويفجرونها في الأسواق والساحات ولم يتركوا موبقة إلا وارتكبوها حتى معالم التراث ومقامات الصالحين لم تسلك من دنسهم هؤلاء جميعا على حد سواء ولا يمكن لإعلام العار أن يستر عوراتهم ويغسل عارهم أما أسيادهم الذين تنهشوا عقولهم إن وجدت عقدة الأجنبي الأوروبي أولئك الذين رضعوا حليب باريس ولندن وسكروا في اسطنبول وظنوا أن أمريكا قدر مقدر فإن أثمنهم رخيص وأكيسهم بشع وأفقههم غبي وأشرفهم عميل اشتراهم أمير الغاز بدراهم بخسة ثم باعهم لأحفاد غورو والصلاطين الذين لقنوهم كلمات راحوا يجترونها من طلوع الفجر إلى أفول النجم فيقولون حرية وهم عبيد ويريدون سلب هذا الوطن حريته ويقولون ديمقراطية وصندوق الذخيرة على ظهورهم ثم يتقولون عن أقدم وأعرق وأنبل جيش عرفه التاريخ وجيشهم المرتبط حفن من المرتزقة القتلة اللصوص القادمة من ظلمات القرون إن قلنا لا يعلمون نخطئ فهم سمعوا بالغاز على سواحل المتوسط ووعدتهم سيدتهم أمريكا فلماذا لا يكونوا كآلي ثاني وسعود أمراء سماسرة الغاز المكتشف ما لا يعرفه ولن يعرفه المتأمركون الجدد هو ذاته ما لا تعرفه ولن تعرفه مشيخات النفط والغاز هو أن كرامة سوريا تجري في عروق أهل الشام مع مياه بردا شامخة كقلعة حلب ممتدة في الآفاق كشواطئ سوريا دافئة كحماه صلبة كحجارة تدمر طيبة كسهول حوران معطاءة على ضفاف الفرات والخابور هنا سوريا لا بيع ولا شراء بالقيم والإنسان حيث للكرامة رجال يسيجونها بسواعدهم ويفدونها بأرواحهم رجال عاهضوا الله فصدقوا أولهم في السادس من أيار قالوا ففعلوا وهم الأبات حماة الديار هذا جيش الوطان هذا من موفينا هو حامل حماة أمان يعطينا هذا خيه وخيك بي أنا وبيك هذا خل بلادي بالعلال شبينا مجددا مرحبا بكم مشاهدين الكرام يسرنا أن نرحب في حوار اليوم بالأستاذ عمران الزعبي وزير الإعلام مرحبا بك سيادة الوزير مرحبا بك سيادة الوزير مرحبا بك سيادة الوزير بداية قبل يومين من عيد الشهداء السيد الرئيس بشار الأسد شارك الآلاف من طلاب جامعة دمشق بإزاحة السطار عن النصب التذكاري لشهداء الجامعة السورية ولكن سؤال سيادة الوزير كيف تنعكس مشاركة الرئيس دعني أبدأ بقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الرحمة لكل الشهداء لكل الضحايا السوريين الشفاء لكل الجرحة أولا السيد الرئيس منذ بداية الأزمة حتى هذه اللحظة لم يغب لحظة واحدة عن المشاركة في كل الفعاليات الوطنية والمناسبات الوطنية وهذا طبعا ليس في مواجهة أحد أو ردا على أحد والأخير السيد الرئيس يمارس واجباته الوطنية والدستورية على أتم وأكمل وجه هلأ شو بآله هنين شو بشيعوا مرة على باخرة مرة على بارجة مرة مدري وين مرة كذلك الكلام غير جدير بالرد وغير جدير بالنقاش في الأساس هذه نقطة النقطة الثانية نحن مقبلون على الاحتفال بعيد الشهداء وكما كنا نقول أساسا أن عيد الجلاء هو عيد الأعياد فلعيد الشهداء أيضا مقام خاص بين المناسبات الوطنية والمناسبات الدينية وكل المناسبات التي يحتفل بها السوريون لأنه لولا الشهداء أساسا لما كان الجلاء ولولا الشهداء لما كانت سوريا ولولا التضحيات لما كان هذا الوطن أساسا موجود ولما كانت كل المفاهيم الوطنية قائمة بهم نصل إلى النصر ما في شك هم أسباب وجودنا جميعا أساسا من قبل ستة أيار وتاريخ سوريا كله بكل الأحوال هو تاريخ بطولة وشهادة والشهداء السوريون بالمجمل هم شهداء القوات المسلحة والشهداء المدنيين على مدار هذا التاريخ الوطني الحافل نعم أنت تعلم لا يوجد أسرة في سوريا لا يوجد بيت في سوريا تاريخيا ليس الآن لا يوجد عشيرة في سوريا لا يوجد أحد في سوريا لا يمت بصلة قرابة مباشرة لشهيد أو لشهيدة أم أخ أخة ابن زوج إلى آخره من كل القطاعات لذلك لا يوجد أحد في سوريا إلا وأسهم بطريقة أو بأخرى في عزة هذا الوطن وكيانه ووجوده وسيادته ولذلك أيضا لا يجوز أن يكون هناك أحد في سوريا قادر على أن يقول أو يمكن أن يقول من باب المسؤولية الوطنية على أنه غير معنيا بما يحدث لأن ما يحدث يمس كل واحد مننا مباشرة يمسه في مستقبله وحاضره ويمسه أيضا في ماضيه لأن أهله وذويه وعائلته وأجداده لهم إسهام في بناء الدولة ولهم إسهام في الوجود الوطني ككل هذا المشهد الحقيقة عادة يختزل احتفاليا حقيقة باحتفال عيد الشهداء والشهداء كما قلت اليوم زيارة سيادة الرئيس إلى مباني جامعة دمشق وإزاحته الستارة عن النصب التسكاري الأول لشهداء الجامعات السورية أولا هو تكريس لكيف ينظر السوريون جميعا بدءا من أصغر مواطن وحتى مقام رئاسة الجمهورية وسيدة الرئيس كيف ننظر إلى مسئلة الشهادة كيف نجل الشهداء كيف نحترم الشهداء كيف نقدر الشهداء أولا هذا هو التعبير الأول في هذه المناسبة بالمطلق التعبير الآخر حقيقة هو أن قدرة السوريين على الدفاع عن سوريا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد هي قدرة هائلة قدرة غير عادية قدرة استثنائية وأنا كنت أقرأ في مجلة أمريكية اليوم الوكلي ستاندرد تتحدث عن قدرة السوريين هذه مجلة أمريكية وهي ليست من الذي تهتم بشؤوننا تهتم بالشؤون الآخرين على حسابنا هي تعالج مسألة قدرة السوريين القيادة والحكومة تماما بهذا المعنى وحتى الإعلام السوري على التعاطي مع الأزمة بعناوينها الاستراتيجية وبيومياتها والتجدد اليومي في هذه المواجهة الآن قبل أن نخوض في تفاصيل مشهد السياسي أنا أقول لك طبعا قد يدهش البعض أنه في ظل هذا الظرف الأمني وهذا الظرف الصعب أن السيد الرئيسي الجمهورية في رحاب جامعة دمشق بين الآلاف من الطلاب وقال لهم أن الإرهاب هو سلاح الجبناء نعم أنا أقول بكل بساطة هذه المشاركات الرئاسية مشاركة الرئيس سيد الرئيس مثل هذه المناسبات أولا فيها من العنفوان الوطني ما لا يمكن تقديره وحسابه ثانيا السيد الرئيس يشعر أكثر فأكثر بالأطمئنان عندما يكون بين الناس وليس العكس هذا ما حصل في الأول من أيار أيضا وليس العكس في عيد العمال أيضا تمام وليس العكس السيد الرئيس حتى هذه اللحظة طيلت مدة هذه الأذمة ورغم الظروف الأمنية ورغم الحرب الإعلامية ورغم التهويل ورغم الكذب ورغم الافتراء وشو ما بدك أعلى درجات طمأنينته على المستوى الشخصي والوطني عندما يكون بين الناس وفي الشارع ويفسروا كيف ما بدون سيادة الوزير كان لك زيارة إلى روسيا نتابع هذا التقرير حول زيارتك إلى موسكو تأتي روسيا في مقدمة الدول التي تقف لجانب سوريا منذ بدء الحرب عليها قبل أكثر من عامين وشكلت ساحة للكثير من السوريين من الأطياف كافة لبحث كيفية الوصول إلى حل يحفظ سوريا ووحدتها وسيادتها روسيا شكلت خلال الأيام الماضية محطة لوزير الإعلام عمران الزعبي في زيارة استمرت لأيام الزيارة التي أتت بناء على دعوة من مجلس الدومة كانت مناسبة للقاء جهات سياسية وأكاديمية وإعلامية للحديث عن الأوضاع في سوريا والعلاقات السورية الروسية من بين اللقاءات والنشاطات التي أجرح الوزير الزعبي مشاركته في إحياء أبناء الجالية السورية لذكرى الجلاء ولقاءة مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوكدانوف ومع نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إلياس أمخانوف ومع قيادة ونشطاء جمعية الصداقة الروسية السورية فضلاً عن محاضرات له في الأكاديمية الدبلوماسية وأخرى في معهد الاستشراق ومشاركته أيضاً في جلسة عمل بمجلس الدومة مع لجنة الاتصال والتكنولوجيا والإعلام حول الحروب المفتوحة والحروب الإعلامية في العالم المعاصر والتي كانت فيها سوريا وما تتعرض له نموذجاً لتلك الحروب وزير الإعلام الذي ترافقت زيارته مع حملة شريسة من قبل دول ومؤسسات إعلامية مضللة عن استعمال الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية جدد الموقف السوري من هذه القضية ولما يفصلها عن النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري على الأرض والتي أوقعت المتعمرين على سوريا في حالة هستيريا وأضاء الوزير على جوانب كثير من الحرب التي تتعرض لها سوريا مشيراً إلى زياد عدد الأجانب في صفوف الإرهابيين ليصل إلى ثمانين بالمئة ومعتبراً أن البعد الإعلامي في هذه الحرب رئيسي وأساسي وهي حرب فريدة من نوعها من جهة التناقضات ففي وقت يدعي فيه الغرب محاربة الإرهاب يقوم بمساندته ويقدم له مختلف أشكال الدعم في سوريا وتناول وزير الإعلام في تصريحاته ونشاطاته موقف الحكومة السورية من الحل ومن الحوار ومن التدخلات الأجنبية وآخرها قرار الغرب بشراء النفط من المعارضة السورية وكذلك قرار الجامعة العربية إعطاء مقعد السورية لإتلاف الدوحة زيارة وزير الإعلام عكست كغيرها من زيارات المسؤولين السوريين عمق العلاقات بين موسكو ودمشق والتي وصفها بالوطيضة مؤكدا ثقة الشعب السوري بروسيا وشعبها وقيادتها أستاذ عمران ما هي الانطباعات التي خرجت بها من هذه الزيارة والتي ترافقت مع الكثير من التطورات فيما يخص الحرب على سوريا داخليا وخارجيا طبعا بالدرجة الأولى الزيارة هي زيارة بين أشقاء والأشقاء الروس بالعموم في مقاربتهم وموقفهم مما يحدث في سوريا هم يمثلون الموقف الأكثر موضوعية بين القوى الدولية وبين دول العالم بالمطلق لماذا نقول الأكثر موضوعية لأنهم حتى في الجلسات الخاصة حتى في النقاشات التي تدور حتى في التساؤلات في الحوار يتحدثون باستمرار عن أهمية إيجاد حل سياسي وكيف يمكنهم المساهمة في هذا الحل السياسي هذا يجعلنا نصف هذا الموقف الروسي بالموقف الموضوعي لماذا موقف موضوعي؟ أولا لأنه يتطابق تماما مع موقف القيادة السورية منذ البداية في النظر إلى أهمية الحوار وتقدير ضرورة إجراء حوار سياسي وطني سوري سوري وجعله القاطرة التي تقود عملية الخروج من الأزمة نعم النقطة الثانية أن الموقف الروسي تعاطى مع ما يجري في سوريا وعلى الأرض السورية أيضا برؤية مركبة عنوانها أنه يفهم تماما حجم التدخل الخارجي وصوره غير المباشرة وبالتالي مسألة تدفق السلاح والإرهابيين وما إلى ذلك ومسألة الدعم ويميز بين هذا الجانب والجانب الآخر السياسي الذي يرتبط بأهمية الحوار بين القوى السياسية والمجتمعية السورية بمعزلين عن أي تدخلين خارجيا بالمنطق السياسي نعم هذه الرؤية أيضا ننسجم مع رؤية القيادة السورية وموقف القيادة السورية وال دعني أنخل المجتمع السوري بالأغلب الأعام بأننا نريد أن نتحرك في سياقين على محورين المحور الأول هو محور مواجهة الإرهاب وإعادة الاستقرار والأمن إلى عموم البلاد والمثألة الثانية الاستمرار والجدية والتفاعل مع قضية ومفهوم الحوار وأهميته وضرورته والتمهيد له عبر لقاءات تمهيدية تشاورية مع كل القوى السياسية المجتمعية وما ترتب على ذلك أساسا أو هيئة لذلك يعني أقول من مبادرة البرنامج السياسي لحل الأزمة الذي يتضمن ببعد سياسي وبعد اقتصادي وبعد مجتمعي والتي طلقت أو هذا البرنامج الذي بني أساسا على رؤية وخطاب سيد الرئيس في ستة واحد من هذا العام لذلك الموقف الروسي هذه مكوناته الأساسية يفهم جيدا طبعا كل ما يجري بالمعنى الأمني واللوجستي والسياسي والاقتصادي وشكل الضغط وحجم الضغط هم في صورة كل هذه التفاصيل كبيرها وصغيرها وبنفس الوقت هذا الموقف دعني أقول فيه الكثير من القيمة المبدئية كدولة كبرى كدولة حريصة على التزاماتها الدولية التي جزء منها جزء من هذه التزامات موثق بميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفي عدم السماح في التدخل في شؤون الدول عملا أيضا بالميثاق والابتعاد عن دعني أسميها يعني العبث العبث بمقدرات الدول وسيادات الدول سيادات الوطنية هذا الموقف أو هذا الكلام هو حقيقة سمات وخصائص موقف جمهورية روسيا الاتحادية نعم سيادات الوزير الزيارة استغرقت أيام وهي طويلة بالتوصيف كيف وجدت أنت كشخص المزاج الروسي تجاه ما يجري في سوريا شوف عندما نقول المزاج الروسي هنا فنحن نتحدث عن مزاج شعبي ومزاج حكومي نعم وكلاهما متطابق وربما من الحالات القليلة التي يتكون فيها كل القوى السياسية والأحزاب والقوى المجتمعية داخل روسيا متوافقة إلى هذا الحد الكبير في مقاربتها ونظرتها إلى ما يجري في سوريا نعم وهذه ميزة من مزايا هذا الموقف هذا الموقف كما قلت إيجابي موقف يرفض العنف يرفض الإرهاب يشعر بمخاطره يقدر تماما ظروف المواجهة في سوريا يفهم تماما بالمعلومات والمعطيات وليس بالخطابات فقط أو بالنقاشات المجردة على الأرض حجم ما تفعله بعض الدول في المنطقة حجم مداخلاتها حجم مساندتها للمجموعات المسلحة وبالتالي يبني موقفه بشكل علمي وعملي استنادا إلى فهمه لالتزاماته الدولية واستنادا إلى علاقاته التاريخية مع الدولة السورية واستنادا أيضا إلى رفضه القيم والمبدأ لمسألة الإرهاب ولمسألة التدخل في السيادات الوطنية نعم سيادة الوزير يعني بعد أيام هناك اجتماع بين كيري ولافروف الثلاثاء القادم يعني والتناقض هو لازال سيد الموقف على الأقل المعلن منه يعني سيادة الوزير هل هناك ترى أنه الأمور ذاهبة لتوافق روسي أمريكي وإن كان ذلك ما هي بوادر هذا التوافق شوف أولا دعنا نكون صريحين جدا وشفافين خاصة أن الناس تسمعون يعني نحن في جلسة على التلفزيون كل جهد خارجي يبذل هو جهد ممكن يعطي قيمة مضافة ولكن العبرة في المحصلة هي لما يجري داخل سوريا نعم وكل تصور خلاف ذلك هو تصور غير عملي وغير سياسي يعني غير مفهومي بالمعنى المفهوم السياسي ما يجري على الأرض ما يجري بين السوريين مواجهة الإرهاب التقدم في المناقشات للقاءات التشاورية من أجل حوار وطني واستكمال الأرضية لازمة للتأسيس لحوار وطني شامل هو الأساس هلأ شو في جهود دولية شو في جهود إقليمية شو في مبادرات شو في أفكار شو بالضيف لآخرين كله قابل للنقاش جزء منه جزء منه قد يسهم ويساعد ولكن البناء الأساسي الحامل الأساسي لمستقبل سوريا ولي استقرار سوريا وليوحدة سوريا ولسيادة سوريا هو ما يجب أن يكون بين السوريين هذا ما نفهمه نحن هذا ما يجب أن تفهمه أيضا المعارضات السياسية بمعنى آخر يجب أن نفهم جميعا كسوريين أنه لا بديل على الإطلاق عن حوارنا لا بديل على الإطلاق عن الجلوس مع بعضنا البعض كل اتكاء كل استناد إلى قوى خارجية وأدوار خارجية ومعطيات خارجية وتأملات وأمال خارجية بجوز يتصور البعض أو نتصور كلياتنا أو اللي بدك يعني أنه ممكن يسهم في تغيير هذه الحقيقة التي هي عنوانها ومفادها إذا لم نتفق مع بعضنا كسوريين إذا لم نجلس على طاولة حوار ونقاش إذا لم نتخلى عن كل عصاب سياسي وإيديولوجي يحكم نقاشاتنا وتصوراتنا وتبادلنا للاتهامات ولي بدك إذا لم نقل للآخرين الذين يشتغلون يعني علينا وفينا وبنا لأهدافهم الضيقة أو لمشروعاتهم الغير قومية الغير وطنية الغير سورية لمشروع الصيوني إذا ما قلنا لكل هذول الناس إنه أخي شكرا تركونا بحالنا نحن كل عمرنا نعرف نتفهم ورغم الذي حدث ورغم السنتين اللي مضوا نحن فينا نحكي مع بعض وفي بناتنا لهجة مشتركة وفي بناتنا قضايا مشتركة وثقافة مشتركة وروح مشتركة واتماءات مشتركة ووطن مشترك تمام وبالتالي فينا ندبر بعضه نفهم مع بعض هذا ما قاله لافروف أيضا سيادة الوزير الموقف الروسي الأمريكي مهم ولكن ليس حاسم لا 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 يوجد شيء ينقل سوريا إلى الاستقرار يعيد لها الاستقرار والأمان نعم ويحافظ على وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وإعادة إعمارها إلا جلوس السوري مع بعضهم البعض كل حد عنده تصور بغض النظر ويخدقه وين موقعه أنه في طريقة تانية في خيار تاني في احتمال في إمكانية هذا الموضوع بيكون رهان ولعبة قمار سياسي دعنا نسميه بالبلد وبالناس نعم لا يوجد إطلاقا منطق يعلو على منطق الحوار لا يوجد حتى في ظل أزيز الرصاص حتى في ظل السيارات المفخخة يلي نحن نتهم بها الإرهاب وهو بسؤولون عنها أو المجموعات الإرهابية أنا عم بحكي على المعارضات السياسية مش عم بحكي على القتل والقتلة والإرهاب والأخير أنا عم بحكي على العمل السياسي العمل السياسي كمفهوم الناس اللي بتفهم تشتغل سياسة أحزاب مؤسسات منظمات مجتمع مدني أنا بقصد هدول عم خاطب هدول بغض النظر وين موقعه باليسار باليمين بالنص بالوطني بالقومي بغض النظر أنا عم خاطب هدول هؤلاء الناس هذه القوى كبرت أم صغرت يعني عشر ولا خمسة عشر ولا ألف ولا عشر تالات مش مهم الحجم تمام مهم الفاعلية هؤلاء جميعا وكلنا جميعا يجب أن ندرك ونؤمن ونتصرف بوحيا من هذه القناعات مش أنه والله منفهمانين أنه هيك بس عم نشتغل عكس هيك الطريقة الوحيدة أن نجلس إلى بعضنا ونتحاور ونحن قلنا ودعينا وبصريح العبارة نحن باب الحوار مفتوح للجميع مش بس باب الحوار مفتوح مواضيع الحوار أيضا مفتوحة بس بنعود مع بعض ومنحكي بلغة العقلاء وبلغة العقل الوطني مش بس العقلاء بدي يكون عاقل وبيدي يكون حريص على البلد وعلى الوطن والحرص على الوطن أعلى شأنا ومرتبة من الحرص على كل الأشياء الأخرى نعم يعني أباب الحوار مفتوحة إلى كل شيء ونحن تحت سقف الوطن طبعا طبعا وشان references إنه في ناس حتى إنه تتحدث سقف الوطن يقولون شو يعني تحت سقف الوطن يعني من أجل الوطن تمام بس تحت سقف الوطن يعني من أجل الوطن ومشان ما حدا يفهم أنه تحت سقف الوطن أنه أنا يجيبه على مدرس جامعة دمشق ولا يقعده على أهوى على الشاطئ ليس هذا الحكي أنا أحكي من أجل الوطن يعني بدنا نحكي كيف نريد أن نحافظ على السيادة الوطنية كيف نحمي الحدود كيف نبني البلد كيف نأسس لديمقراطية حقيقية فاعلة منتجة إلى آخرية كيف في جملة أسئلة كيف ننشتغلها هلأ نتفع على هذه القضايا نقول هيك لازم نعمل هكذا تكون هكذا تكون قصة المسألة الفلانية ثم نقول دعونا ندخل في التفاصيل الديمقراطية تحتاج إلى واحد اثنين ثلاثة دستور قانون أحزاب قانون إعلام كذا كذا إلى آخرية الحريات بدأ واحد اثنين ثلاثة بدأ ضمانات حريات واحد اثنين ثلاثة تمام ما عندنا مشكلة في هذه المسألة أبدا بجوز البعض أحيانا بعض الناس ذهنهم يذهب حسن بهذا النقاش إلى محلات ثانية بيجي بيقول لك أنه طيب لماذا لم تفعلوا ذلك منذ سنوات لماذا لم كذا إلى آخر تمام منطق سؤالي بينحكى ما عندنا مشكلة بهذا النقاش أنا بالألفين وقربعة قلت بإحدى المحاضرات هون بدماجق طالهم إذا الواحد قاعد ببيته وشاف البيت عما يدله في السقف شو بيساوي شو الأمر البده بيقوم فورا بيحاول يمنع بيستنى ليقع السقف لا أكيد لا الدولة السورية والحكومة السورية والقيادة السورية بادرت منذ سنوات أخذت اتجاهات معينة في التطوير الإداري في الإصلاح الإداري في الإصلاح الإقصالي الأخرين قد يكون في المجال السياسي لم يتواكب أو لم يتساوك مع بقية الاتجاهات الإصلاحية الأخرى هذا مشروع ورؤية بالمناسبة مش لأنه ما بدنا نعمل الإصلاح السياسي نفهم هذه المسألة كان في ناس ترى أن الإصلاح الاقتصادي هو قاطرة كل الإصلاحات وكان في ناس تقول لا الإصلاح الإداري وكان في ناس تقول لا الإصلاح السياسي بالأخير هي اجتهادات ورؤى اليوم في ظل الأزمة وفي بداية الأزمة نحن أطلقنا أو الدولة أطلقت قاطرة وحزمة كبيرة من الإصلاحات قانون أحزاب ودستور جديد وإلى آخرين وكل هذا الذي أطلقته الدولة كان جهدا طيبا وضروريا وحاجة وطنية ملحة هلأ في بعض قوى المعارضة ما وافئت جملة وتفصيلا ومضمونا وإلى آخرين بالعمل السياسي هذا بيصير مش استفزازي بالعمل السياسي هذا بيصير أنا اليوم بجي بزعم أنه أنا في حصة بالشارع وانت بتزعم أنه في حصة بالشارع هذا الشارع كله تبعي بالأخير الذي يحسم كل هذه النقاشات الذهب إلى صناديق الاختراف بيطلع لك مئة كرسي بمجلس الشعب خدهم حلالة لي بيطلع لك خمسين كويز بيعكسوا شعبيتك بالشارع حتى هذه الشعبية بالمناسبة قد لا تكون معبرة كثيرا حيانا تعرف في تكتيكات انتخابية أحيانا مسؤول بن حزب يلقي خطاب تنزل شعبيت حزبه خمسة بالمئة عشرة بالمئة بس بس الناس بالضل بتحب هذا الحزب بس بالانتخابات ما عطتوا هاي تفاصيل للعبة الديمقراطية نحن نريد أن نذهب إلى هذا الملعب كيف نذهب إلى هذا الملعب؟ يعني شلون بدنا نصمم ونهندس ونرسم الخريطة ونعمل المخططات والآخر لهكذا مستقبل للبلاد دون أن نجلس إلى بعضنا البعض طيب نحن جينا عملنا شغل شاركت في بعض المعارضات وليس كل المعارضات ماشي الحال؟ اتهمنا أنه عم يعملوا أصلاحات لحالهم وتجاهلوا وكذا الاخرية أنه لكم تفضلوا وشاركوا ما بكم طيب هلأ بنرجع نقول تعالوا لنتشارك ما تاني لا تضيعوا الوقت هون ضيع الوقت مش قصة ساعات ضيع الوقت هون دماء وأرواح وبنى ومستقبل وسيادة والآخرية ماشي المسألة الأحزاب يجب أن تكون أكبر بقياداتها وكوادرها من التفاصيل الصغيرة شايف كيف؟ أنا عمل لك مثلا أنا رجل أنتمي إلى حزب البعض أنا أنتمي إلى حزب له تاريخ بالتضحيات ما لحد يبدأ يتجاهلوا مما كان ما لحد يبدأ يتجاهلوا ولا لحد يبدأ يلغي هذه التضحيات على سبيل المثال خاصة بمثال على ذلك بغض نظر أنه كان رأيي اليوم بالمناقش التاريخي وكان صح وغلط عندما حل حزب البعث نفسه من أجل الوحدة طبعا هلأ في ناس يقول لك صح وغلط صالح هذا نقاش يتناقش بمعايا ذلك الزمان لكن هذا الحزب تخذ موقفا تاريخيا بالمحصلة طيب كيف تتم المقارنة بين الأحزاب الجديدة التي أنشئت حاليا وبين حزب البعثين هل يجب أن يكون مفارقات أنه هو حزب عريق قديم أمر طبيعي هذا في عمر وفي تجربة سياسية هذه الأحزاب بعد 20-25 سنة 10 سنين 5 سنين هي حسب نشاطها وحسب صلاتها بالجماهير وحسب اتصالها بالناس في أحزاب بجوز تكبر في أحزاب بجوز تندسير في أحزاب بجوز تنقصين في أحزاب بجوز واحد هذه طبائع العمل السياسي يجب أن لا نفهمها خارج ذلك وهذه الأحزاب الجديدة كل أحزاب محترمة ومدعوة إلى العمل السياسي العمل السياسي مش أجندات مش أهداف سياسية فقط العمل السياسي مشروعات سياسية يعني اليوم أنا بجيب إليك أنه أنا حزب أو قوة معارضة أطالب تنحي الرئيس وبيدي تسقط الحكومة وبيدي أعمل آخرين ابني هاي أهداف سياسية أجندات سياسية لكي أصل إليها لكي أصل إليها يجب أن يكون لدي قدرة على ممارسة العمل السياسي وفق مشروع سياسي طيب بعدين بهالمشروع السياسي بقدر غير الحكومة وبيدر غير الرئيس وبيدر غير حزب البعض وبيدر غير السمت والاتجاه تبع البلد بالعمل السياسي ليس بالسلاح ليس بإطلاق النار ليس بالسيارات المفخخة هذا منطق وذاك منطق يجب أن نميز أما أنا بعتبر أن أهدافي السياسية كافية لتبرير سلوكي هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح والدليل على ذلك والدليل على ذلك أن الكثير من المعارضات السياسية تخسر في الشارع تخسر في الشارع أنا أقول لك في قوى معارضة سياسية محترمة كان لها في بداية الأزمة جمهور ضئيل اليوم لها جمهور أكبر في قوى سياسية معارضة أخرى كان لها في بداية الأزمة جمهور أكبر اليوم لها جمهور أقل شو اللي غير مزاج الناس تجاه مفهوم المعارضات غير سلوك القوى السياسية المعارضة شو اللي رفع مستوى التأييد للدولة وغير مزاج الناس حتى في دعم البرنامج السياسي لحل الأزمة والآخره أيضا الممارسة السياسية على الأرض الجدية على الأرض هذا هو جوهر العمل السياسي نعم سيادة الوزير خلال زيارتكم لروسيا هناك قضايا ربما تطرح لأول مرة منها مساعدة روسيا في إعادة أعمار سوريا وأن تكون سوريا في المستقبل عضو في منظمات دولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة دول البريكس كيف كانت الاستجابة الروسية لمثل هذه القضايا الحقيقة هذا نقاش وليس قضايا طريحات هذا اختصاص خارجية اختصاصات أنا كوزير إعلام وكمواطن سوري أولا ما في شك أنه الذي دفع مالا ليهدم سوريا ويقتل السوريين ليس له ولا لماله ولا لدولته ولا لكيانه ولا لشركاته ولا مؤسساته محل في مستقبل سوريا هذه يعني مش قابلة للنقاش ولا المساومة إذن سيكون لمن لم يدفع مالا لمن لم يخرب لمن لم يساهم في قتل السوريين أو تدمير سوريا سيكون له مكان طيب هدول اكتار لما دفعوا أيضا وما ساهموا الأولوية فيما بينهم هي لأولئك الأصدقاء والأشقاء الذين كانوا في الأزمة السورية وفي الحرب على سوريا دعنا سوريا موضوعيين كثير منطقين كثير حريصين كثير نعم في مقدمتهم روسيا الاتحادية والصين وإيران ودول البريكس ودول منظمة شنقاهي والآخرين تمام هذه المنظمات ليست منظمات عسكرية وليست أحلاف عسكرية وهي منظمات فيها تعاون اقتصادي فيها لها بنى مادية ومؤسسة داخل ولماذا لا نكون جزءا من هكذا منظمات دولية لماذا لا نستفيد من خبراتهم من إمكانياتهم من قدراتهم هذا من حق سوريا تمام وتطلع إليه تطلع مشروع نعم الفترة الماضية سيادة الوزير لاحظنا حمل ممنهج من دول ومن وسائل إعلامية معروفة عن استخدام السلاح الكيميائي من قبل الحكومة السورية ما ضجت الكيميائي هل هي مقدمة لخطوات قد تتخذها الدول التي تتآمر على سوريا شوف أولا قصة الكيميائي يعني هي قصة كبيرة بس هي شو يعني كبيرة في حادثة محددة وقعت في منطقة خان العسل بحلب ضحايا هذه الحادثة من الشهداء هم عسكريون ومدنيون نعم هذه الحادثة لم يتهرب أو لم تستطع أو يستطع الفاعل أن يتهرب من فعلته فيها لعدة أسباب بسبب الضحايا وبسبب المنطقة تحت سيطرة مين وبسبب المنطقة التي تلقت منها القذيفة أو الصاروخ تمام نعم في فاعل يتحمل هذه المسؤولية هذا الفاعل من الواضح أنه من الطرف الآخر وليس من الدولة الأمر الطبيعي أن تتخذ القيادة السورية والخارجية السورية موقفاً في هذه المسألة فطلبت من الجمعية العامة المتحدة من الأمين العام التحقيق في هذه الحادثة نعم الأمين العام في البداية استجاب لهذا وتقرر تشكيل لجنة التحقيق عندما يعني كادت لجنة التحقيق أن تكون على الأراضي السورية لتقوم بواجباتها في خان العسل تعرض الأمين العام الممتحدة إلى ضغوط فرنسية بريطانية قطرية خليجية إلى آخر هذه الضغوط كان عنوانها البسيط إذا البعث رايحة خلينا نحقق بكذا محل وين ما كان لا لا حقق بأنه لدينا معلومات أن هناك استخدام محدود غير مؤثر غير استراتيجي ببعض المؤثر خلينا نشوفهم خلينا نشوفهم خلينا نناقش القصة ببساطة نعم لا بدأ قصة كتير إيديولوجيا ولا بدأ كتير ببساطة وبلغتين سهلة وموضوعية المفترض أنه إذا كانت الدولة قد استخدمت السلاح الكيميائي قبل خان العسل مفترض وفي كل هالأوادي مولاد الحلال ناطرين على الكوع تمام يعني اللاطين كله ياتون عم يستنون طبعا كانت قامت الدنيا وقعدت وشكاوا ويا لطيف مصبوط والإدارة الأمريكية عم تحكي كانت من زمان وخط أحمر وخط بنفسجي ما حدا حكى بهذه قصة نهائيا ليه ليش؟ لأنه لم يجري استخدام أصلا عندما وقعت حادثة خان العسل وتبين لهم أننا جادون في دعوة اللجنة تمام فتحوا ملف من عندهم طيب هذا الملف ليس له أول أساسا سند مادي بالنسبة لهم هلأ نحكي بمنطق محدد ليس لديهم سند مادي في هذه المسألة ليس لديهم شكوى في هذه المسألة نطر طيب جينا لنا نحن هذا الكلام طيب كيف؟ يعني شو معنات هذا الكلام؟ دعونا نفسر كيف يغير الأمين العام الموقف ولا تأتي اللجنة إلى سوريا في تفسيرين قد يكون أحدهما هو تفسير الوحيد وقد يكون كلاهما وهذا صحيح أيضا التفسير الأول هو أن هناك من أراد يعني مثل ما بيقولوا عنه بالعامية يميع الأصة يقوض أساسا نهائيا وبالتالي ما تيجي اللجنة بالنتيجة نحكي هيك بيقول هيك بيردوا السوريين هيك فما بتيجي اللجنة فانتهى الموضوع أخذورك نجأ الفاعل ومن أمده بالمادة نجأ بفعلته تمام؟ طيب والخيارين اللي قد يكون الخيار الثاني الآخر أن تقبل الدولة السورية أنه لا أرى شي الحال تعالوا على خان العسر وين بتحبه وساعتها منكون ركبنا الجزر تمام؟ يعيد ويكرر ما حدث في العراق في قضية لجان التفتيش على أسلحة الدمار الشام تمام؟ تمام؟ ومنكون أخذنا القصة في محل آخر سنة سنتين ثلاثة إلى آخره بعدين منعمل اكتشافاتنا اللي منكون اشتغلنا عليها بالأساس ووجهوا بعض البريطانيين من أخره أنه لدينا أدلة ولدينا كذا ولأخير طبعا كل هذه كل هذا الكلام لا قيمة له لا قانونا تمام؟ وليست واقعية أساسا لأنه لا قيمة للدليل الذي يتم الاستناد عليه بمعزلين عن الدولة نعم تحدث عن الهسر بس خلينا هذول السياقين قد يصلحوا أحدهما ليكون مبررا لسلوك المتحدين أو يصلحون كلاهما تمام؟ بالواقع الأمريكي يقول أوباما يقول أن استخدام السلاح الكيميائي خط أحمر ومن من قادة العالم وحكومات العالم لا يوافقه على هذا الرئيس يعني مين اللي بيقول أنه استخدام الكيميائي خط أخضر الصين ولا سوريا ولا السودان ولا المغرب الأخري ما طبعا خط أحمر ونحن نوافق على هذا التفسير أو هذا التعبير هو مش تعبيره هذا تعبير سياسي تمام متوافق عليه ضمنا ضمنا هذا تعبير قيمي دعنا نسميه ما بيجوز حتى يستخدم الكيميائي ولا يمكن استخدامه ولا يمكن استخدامه ولو كان لدينا سلاح كيميائي لن نستخدمه ولن نستخدمه أولا لأسباب قيمية وأخلاقية ودينية وشرعية وثانيا لالتزامات دولية ولذلك أيضا الرئيس بشار الأسد في مسألة الكيميائي لديه خط أحمر خط ذاتي ولكن إذا استخدم الكيميائي ضدنا والأمم المتحدة لم تتقدم لتمارس دورها ولم تستجب لدعواتنا في التحقيق شو منعمه أكيد ما مرت بكيميائي قطعة ولم نستخدم إذا كان لدينا سلاح كيميائي في الأساس تمام يعني كل هالحفلة مبنية على احتمالية أن يكون فيه سلاح كيميائي تمام وجوده أو عدم وجوده تمام ولذلك هذا النقاش يجب أن يدور بهذه الطريقة تمام وإذا كان استخدام السلاح الكيميائي عند أوباما خط أحمر لأسبابه الخاصة فنحن أيضا لدينا إضافة لأسبابه الخاصة في قدرية الاتزامات الدولية أيضا لأننا في سوريا مثل هكذا سلاح إن وجد وأنا دائما بدون إن وجد فما أحد يأخذ التفسير أنه آل مركز الخماعة موجود إن وجد لأننا لا يمكن أن نستخدم هذا السلاح ضد شعبنا وضد أهلنا وضد ناسنا هذه نقطة مهمة هلأ بيستخدموا الرصاص المجموعات الرهابية يرد عليهم بالرصاص بيستخدموا صاروخ يرد عليهم بصاروخ بيستخدموا قذيفة يرد عليهم بقذيفة هذه طبائع المواجهة وطبائع الحرب لا أنا اخترعتها ولا الدولة اخترعتها السورية هي بكل الدنيا أما لما منحكي على الكيميائي هذا الكلام غير وارد بالمطلق شو صار بعد منها بدأوا البحث بسراقب صاروا بدهم يخلقوا أدلة تمام وعارف أنت يعني بجوز ما أنك خبراء عسكريين بس الكيميائي أنواعه أشكاله ألوان ما بعرف في شي منه محدود الضرر بيكون في شي منه واسع الضرر صاروا يستخد مشيب حضرر بشان ينقلوا مصابين على مستشفيات بشان يجوا الأطباء والخبراء الأجانب الموجودين الآن في تركيا اللي زاروهم بالمستشفيات ويعملوا تقارير ولا آخر إنه شو بيفيد هذا الحكي هذا الحكي شو بيفيد هل هذا الحكي يدل على مصدر السلاح مصدر المادة تمام طيب في على اليوتيوب مش أنا حطيت على اليوتيوب في أفلام في صور وفي صور لمجموعات إرهابية هم ينصوروا حادث قدامهم زجاجات وفي سوائل وإلى آخرين وفي مناطق يستخدموا في هذا السلاح دون أن يكون هناك حتى مجرد آثار أو يعني آثار أنه في حرب أو معركة والأخير مش آثار المادة بمعنى آخر أنه هذا حدث واحد يستخدمه بهدوء بشكل مستريح وإلى آخرين طبعا إضافة إلى ذلك أنا قرأت وأنا قرأت جملة من التحليلات حتى على صور التي نشرت جملة من التحليلات النقدية العلمية حتى على الوجوه وإلى آخرين ولم ندخل فيها هذه التفاصيل ليست من اختصاصنا ولكن بالمجمل بالمجمل هذه المقاربة السورية لهذا الملف نعم سيدة الوزير تحدثت عن الهستيريا الأمريكية حول استخدام السلاح الكيميائي وأنها تأتي بسبب النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري على الأرض إلى أين يمكن أن تصل هذه الهستيريا شوف أولا يجب أن نكون واضحين جدا الدعم الذي يقدم نعم للمجموعات الإرهابية المسلحة وبتسميتهم مختلفة قاعدة وجبة نصر أو إلى آخره هو دعم كبير وواضح سواء بالأفراد أو بالسلاح أو لجهة نوعية السلاح وتطور هذا السلاح هذا واضح والتقنيات بما في ذلك تقنيات الاتصالات وإلى آخره هذا الكلام ما بتنجو يعني هذا الكلام ما أقول تقنيات لآخره هذا ما بتساوي ورشة بتعمل البسكوت ولا معمل أحزية هذا بتنجو دول كبيرة وشركات كبيرة وعندها تجارب وآخره وبالتأكيد هذا مش منتج سوري يعني ما فينون يقولوا أخذنا تقنيات حديثة بالاتصالات أخذناها من الجيش السوري مثلا ما عنا يا عشان نكذب على بعض هذا تقدم تقني وتكنولوجيا هذا بيجي من شركات كبرى بأمريكا بأوروبا بالآخره وهذا حقه مال مال كثير تمام هذا يؤكد أيضا أن هناك دعم خلينا نسمي نوعي هلأ في بعض الناس بيعتبروا الأمريكان أنه هذا الدعم غير الفتاك أنه بعثنا لهم شوية كمبيوترات وشوية أجهزة اتصال بس أجهزة الاتصال هاي والكمبيوترات تبعت لهم إياها بتساعده في إطلاق قذيفة بيروح فيها ميت مدني بس هذا الدعم غير فتاك تبهتها يشلون يعني هذا التفسير الخاص فيهم أنه هذا الدعم غير فتاك لأنه ما بيتسبب مباشرة يعني وما بعت له صاروخي مويد ميت زلمي بس بعت له جهاز تقني حديث يفضي بالمحصلة إلى كذا إلى وفاة الناس أو قتل الناس وبسمه مثل ما قالنا الدعم غير فتاك أو أنه هذا دعم مو سلاح في دول أخرى تكذب عندما تتحدث عن أنها تريد أن ترفع حظر السلاح لكنها تسمح عبر التجار بنقل سلاح من منشآتها ومستودعاتها ومعاملها نعم تمام سرا سرا ويخرج من جماركها وموانئها في أوروبا سرا تمام تحت عنوان بضائع أخرى أو تصدير إلى دول يسمح بالتصدير إليها يعني تبعث صفقة سلاح لدولة في الخليج نعم تمام بنص البحر قبل قبرص بشوي الباخرة بتكوع بتروع إلى تركيا بتفرغ سلاح بيصل على سوريا تعقيبا أمسي لعن باطيت أنا يعني تعقيبا ما تفضلت سيادة الوزير الغرب يصب الزيت على النار والكل يعلم أنهم يسلحون المعارضة ومستمرين بتسليح المعارضة في سوريا يعني لماذا يريدون أن تستمر هذه الحرب في سوريا بعد عامين وهم يعلمون أن العدو الأساسي ومن يقوم بكل ذلك القاعدة في سوريا شوف يا صديقي في مثل عربي قديم يقول ارمي عدوك بالأفعة بيموت العدو بتموت الأفعة مش فرق معه هو بالحالتين ربحان تمام البعض يرمينا بالإرهاب البعض يعتقد أو يرى أن بعض المجموعات أو أن فكرة الإرهاب الأخري وهؤلاء الذين يعني يمارسون نوعا من الإرهاب تحت عنوان الجهاد والإسلام الأخري هنا بالمحصلة بيشكلوا بالنسبة له على المدى الطويل أعداء وخطيرين لو كان بالمدى القصير في تواصل بينه وبينهم وفي دعم تبه تمام هو يستخدمهم نعم ويعتبرون سوريا أيضا خصما وعدوا لأنها ليست على ضفتهم فإرمي عدوك بالأفعال شو خسرانين هنين هنين شو خسرانين حتى اللي إجوا من بريطانيا وفرنسا الشباب اللي إجوا من بريطانيا وفرنسا للانضمام للقتال في سوريا الشباب صغار وعم يدرسوا وعندوا التزامات ببلادهم أو ببلادهم التانية يعني مسلمين تمام نعم شو صار هنين خلصوا منهم بعثوهم أجوا بيموتوا بيعيشوا كذا آخر وجوزي خبروا عليهم كمان يعني مش خبروني خبروا مجموعات أخرى أو إلى آخر وهالناس اللي عما تيجي تقاتل تحت عنوان الجهاد في سوريا شو خسراني الولايات المتحدة الأمريكية شو خسرت بريطانيا شو خسراني فرنسا من مين عم تخلص ما بهمون بيموت الجندي السوري بيسجد الجندي السوري بيموت هذا اللي جاي من الشيشان من أفغانستان من العراق من ليبيا هي شو خسراني شو دافعة شو تكلفت طيب السؤال شو ربحاني عم تخلص من الاتنين طبعا هذا ارمي عدوك بالأفع تمام نحن بالنسبة إلهم مش مهم شو معتبريننا العدو ولا الأفع ولا آخره تمام بس نحن بالنسبة إلهم طرف مو مرضي عنهم مش على ضفتهم لسنا جزءا من المشروع الصهيوني في المنطقة طيب لسنا جزءا من المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة لم نكن كذلك في كل أوقات هلأ بجوز نحن أخي مش ملائكة تبعي لك دولة ولك قيادات ولك أفراد تمام كل يعتنا عيوبنا وإلى آخره بس نحن في المسألة الوطنية والقومية ومعيار السيادة ومعاييرنا تمام نعم مش ما لنا على السكة تبعا طيب ليه أنه ليش يعني مثلا جنوبا وغربا وأقصى الجنوب الشرقي هالخليج إلى آخره كل آياته بينلبسوا بينشرح مثل الخاتم وإلى آخره وأنه نحن يعني مثل الشوك أنه هدولة يعني شو مميزين بشو أنه ليش ما بينصاع أنه ليش ما بيبلع علينا الرئيس بشار الأسد أنه يعني إذا بدنا شوية طلبات منه هيكي بعتنا له إياها مع كولين باول بالأفين وثلاثة وبعتنا له الأمير القطري فيما بعد وإجا رجب طيب أردوغان وجرب ساركوزي أنه ليش ما لماذا لا يستجيب لماذا لا يستجيب وانت تبع يعني القطري والتركي والفرنسي أعتى سلاسة أعداء في هذه الأزمة حاول كثير وهنا الثلاثة بمرحلة من المراحل أنه علاقات سورية تركية وعلاقات سورية قطرية وعلاقات سورية فرنسية وشغلة كذلك طيب شو سر لماذا نفضوا ثلاثتهم ولماذا أجل ثلاثتهم في مرحلة واحدة بكل بساطة الثلاثة اشتغلوا على ملف واحد تمام لم يقبل الرئيس بشار الأسد ولا القيادة السورية أنه يمسكوا هالألم يا أخي ويوقع الرئيس على هذا على هذا الملف مش قادر الرئيس بكل صراحة مش قادر لا قادر تربويا ولا وطنيا ولا اجتماعيا ولا عائليا ولا دينيا ولا أخلاقيا ولا سياسيا ما بيوقع على هذا الحك لا سوريا ما بيدر ما بيدر أنا أحكي ما في نوم هذا يخالف كل هذه المنظومة يخالفها تمام طيب هاي هي القصة باختصار طيب ما نصعب القصة ونفوت بدهليز واخري هاي هي بكلمتين طيب بالعودة إلى الحديث عن الممرات الإنسانية ومناطق حضر الطيران هل ممكن أن يتم ذلك بظل مواقف روسيا وصين وقبل كل ذلك هل سوريا جاهزة لهذه الخيارات تشوف أنا فيني أقول لك التالي أي مس بالسيادة الوطنية بهذا بمعنى من هذه المعاني تمام لن يكون مسا طيبا أبدا أبدا وبيقول لك أكتر من هيك في كتير سوريين اليوم مش ليسوا جزءا مما يحدث يعني بيجوز محيدين حالهم بالمسألة مش على قاعدة أنه ما لنا معنيين وما لنا مسؤولين لا لأخري بس يعني ظروفهم معطيات كذي لأخري حتى في منهم بالمعارضة أنا أحاكيك بالمعارضات بره وجوه سيكونون جزءا من المواجهة السورية الكلية مع أي عدوان خارجي على سوريا أنا أعمل لك وأنا مسؤول عن كلامي كيف شوف الاختلاف السياسي ليس يعني ليس كفرا طبعا هلا بيجوز أنا أقول لك بأسي بتمنى يكونوا 23 مليون واحد بسوريا بأسيين وخاصي من هالرواية أخي لا عنا شيوعي ولا ناصري ولا معارض ولا محافظة كل واحد كل حدا بيحزبه بيحلم أنه يكون كل الناس طبعا طبعا عمل لك هيك كل واحد بينفكر وبيجوز هذا جزء أساسا من يعني كل واحد بيتمنى يكون حاله ويكون جزء من سيرولة النضال والعمل السياسي أنه توسع قاعدتك الشعبية للأخير بس الواقع غير هيك هذا بالحزبي طيب طلعنا من الحزبي ونفوت على الوطني من مربعين إلى مربع ونحن كل عمرنا منقول وكررناها كتير بالأزمة الوطني يسمو على الحزبي وما بيصير الحزبي يسمو على الوطني الوطني يسمو على الحزبي وعلى الشخصي وعلى المذهبي وعلى الديني وعلى الطائفي وعلى شو ما بدك ماشي طيب إذا سمينا بالوطني ونكشت أي مواطن سوري هيك بهالمسألة هي ستجده وستجد استجابته في المسألة الوطنية كتير عالية كتير عالية نختلف بالحزبي ونختلف معارضة وموالاة وإلى آخر بس أنا ما بعتقد أبدا أنك ستجد سوريا إذا يعني فركته مثل ما بيقولوا تمام طالعت الجوهر الأصيل منه بيختلف معك بالوطني لا يمكن هذا هلأ بجوز البعض يقول لي إنه شوها الشوفينية والعصبية وكذا آخره أخي أنا بكل مصداقية ومو كذب ومو أنا وزير إعلام وبعثي وقومي والآخره أنا عندي شوفينية شوي في المسألة هاي قديش حجمه والله ما بعرف مش على حساب القومية والآخره بس موجودة ومو على قاعدة تبقى أنا ضد هاي فكرة تبع سوريا أولا نحن ناس قوميين سنبقى قوميين تمام ولكن إذا كانت سوريا في خطر فكل الفكر القومي والعمل القومي والأداء القومي في ذات الخطر نعم يعني سياد الوزير طبعا هناك من يرى أن التصعيد الغربي سببه التخوف من انهيار المعارضة طبعا التي صنعوها هم ومع إنجازات والانتصارات التي يحققها جيشنا في كل مكان هل الانتصارات التي يحققها سوريا ثابتة وحاسمة في كل مكان ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء شوف أول شيء ممكن للمعارضة أني صنعوها أنا مضطر أني صلح دائما لا مش كل المعارضة صنعوها في معارضة طبعا أنا أتحدث عن التي صنعوها ماشي في معارضة حقيقية ووطنية أنا لا أتحدث بعدين تعالي أحكي لك شغلة كتير مهمة تفضل بلاحظة من اللحظات أنت نفسك ما بتلاقي حالك شويانة معارض شوي بمحل طبعا ما بيزعجك من أصغر تفصيل قبل ما فوت على السياسي اللي بيطلع عن إشارة المرور واللي ما بيحترم القانون واللي بيشوف حاله فوق القانون واللي بيشوف حاله أعلى من الناس واللي بيعتبر أنه منصبه أو وظيفته واللي بيسرق التاجر أول وقت لأخره بها الأزمة بيحاولينها بالناس أو إلى أخره أو يرفع ما بيزعجك هذا الحك طبعا ما بتشعر حالك بمحل المحلات أنه جاء عبالك تشحطه وتسلمه للشرطة والآخر وتعوي هذا الزلم يعني يسيء إلى البلد بهذه الأزمة مهي؟ هذا طبعا أنا حددت هنا أنه التي صنعوها هم لا بس نفهم شغلة هذا ما هو سلوك معارض بمعنى المعارض بمعنى السياقرين هذا سلوك وطني ليش أنا أعمل لك دائما بس تلمع السوري أو تنفض عنه الكمون هذي طالع كينونته الحقيقية في الداخل كل لياتنا بلحظة من اللحظات نرفض الخطأ نرفض الفساد ضد الفساد ضد الخطأ تمام؟ ضد الارتكابات انتبه ضد القمع تمام؟ ضد الاعتقال ضد عدم احترام مبدأ سيادة القانون هذا مين من الذي يستطيع أو يجرؤ أن يقول لك أنه على يعني يؤيد كل هذه الأخطاء نحن هيك منكون بمعنى من المعاني بجزء تبروك معارضة ماشي هو عمليا أنت تمارس وطنيتك في بعض المعارضة أو جزء منيح من المعارضة ليس صناعة صهيونية ولا أمريكية هلأ في جزء تمثل دور المعارضة ورهن نفسه هذا بالمناسبة ليس براءة اختراع سوريا بتونس هيكسار وبليبيا هيكسار وبليمن هيكسار وبالتاريخ كله هيكسار بالتاريخ في كتير صور ونماذج من هذه أما عن الواقع الحالي على الأرض القرار السياسي والوطني السوري والرسم السوري في مواجهة الإرهاب نعم قرار نهائي لا رجعت عنه تماما كما القرار في الذهاب إلى حوار وعملية سياسية نهائي لا رجعت عنه بذات الجدية بذات العناية بذات الاهتمام وعلى التوازي نعم طيب ما في شك أن الجيش يتقدم في مواجهة الإرهابيين ما في شك أنه مع تقدم الجيش وبدء العمليات العسكري بهذا المعنى أصدر سيد الرئيس بشار الأسد عفوا عاما ما في شك أن اللجنة الحكومية تعمل بشكل جدي وتتواصل ولدينا اتصالات داخلية وخارجية مع قوى معارضة تمام قد لا يكون أو ما بدي لا يكون قد يكون من المبكر التعريف بها الآن تمام ما في شك أن المزاج الشعب السوري تبدل تبدلا واسعا عندما نعم مش تبدلا واسعا نتبه كمان شمان راهن أنه تبدل يعني صاروا كل الناس بطفة وحدة لا المعارضة معارضة واللي مع مع واللي بالنص والآخر هي أراء سياسية بس صار فيه مقاربة أخرى لمفهوم استخدام القوة والسلاح في وجه الدولة الدولة هي الجهة الوحيدة مش بسوريا بكل العالم المخولة دستوريا وفي كل القوانين والدستير بمفهوم احتكار العنف وعندما نقول مفهوم احتكار العنف وشان ما حدا يفهم العنف بمفهومه التقليدي بمعنى مفهوم ممارسة القوة القوة القانونية لبسط السيادة والقانون والأمن القانونية نعم يعني تحت ظل المساءلة فإذا أخطأ أحدهم من أفراد الدولة أو ضابطاتها العدلية أو الآخرية أو الشرطية في تطبيق ذلك يحاسب كما يحاسب أي شخص آخر اعتدى على الدولة أو مؤسساتها أو مواطنها نعم سيادة الوزيرة ركزت في تصريحاتك الأخيرة على البعد الإعلامي كبعد رئيسي في الأزمة ولكن ربما هذا ممكن في بداية الأمور ولكن مع اتضاح المشهد ورؤية الموضوع جليا دراسات تؤكد أن فقدان هذه المحطات التي شنت الحرب على سوريا فقدت الجزء الأكبر من مشاهديها وخصوصا في تغطية الحدث السوري شوف هذه مسألة مهمة جدا أنا كنت أول أمس كان في أخبار وكان في بحث حقيقة منشور وما أعرف من المرجعية نعم كان في حديث عن قنوات محددة بعينها أنها فقدت الكثير من شعبيتها وقنوات أخرى تصاعدت شعبيته إلى آخره بما فيها طبعا في إحصائية بما فيها الإعلام السوري نعم يعني بما فيها الفضائية السورية والإخبارية السورية والدنيا وسمك قنوات وطنية نعم وبما فيها محطات عربية أخرى في لبنان أو من لبنان وفي الدول الخليج الواقع هذه الدراسة أنا لفتت انتباهي لأنه فيها شيء من تسمي الكيان من التحليل الجاد التي تقول أن بعض المحطات خسرت مش خسرت بس بال بالمصداقية خسارة المصداقية أدت إلى خسارة جزء كبير من الجمهور وأنا من سنة ضربت مثال قناة الجزيرة القطرية اللي هي كانت رأس الحرب في الحرب العالمية على سوريا وما زالت أنا قلت السؤال الآن ليس فيما إذا كانت تكذب أو تفتري أو الأخير السؤال الآن هل بي وسعها في المستقبل القريب أو البعيد أخرى أن تستعيد هذه المصداقية وهل تستطيع أن تخاطب ذات الجمهور يعني نحن 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 بمرحلة من المراحل الخوض بحرب 2006 أو 2008 في حرب غزة كان عننا كان قناة الجزيرة مرجعية طيب كيف انقلبت كيف تغيرت مثل ما تغيرت تغير أمير قطر ورجب طيب أردوغان وساركوزي بالأخير هي تدور في هذا المربع تمام وبالتالي أنا بفهم ليش تغيرت وبفهم ليش غيرت أداء ولماذا أصبحت رأس حربا في الحرب على سوريا ولكن أنا عم بحكي من الناحية المهنية العالمية هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ تماما يعني أريد أن أسألكنا لماذا لا ينطلع مشروع إعلامي سوريا يستقطب كل الإعلاميين الذين يحملون الفكر العربي شوف بكل بساطة أولا نحن في خدم مواجهة متعددة الأشكال منها المواجهة الإعلامية دعني أقول بكل بساطة نحن وأنا كنتكررها دائما أنه الفرق بيننا وبين الإعلام العدو نعم تمام أننا نقول الحقيقة ولا نستطيع تسويقها أو لا نعرف تسويقها أو من سوقها بطريقة بكتير ذكية وهم يكذبون ويسوقونها بطريقة ذكية هذا فرق بس فرق جوها ريال اليوم أنا فيني إلاك أننا خطونا خطوات نعم تمام متواضعة تمام متواضعة أو أنا لازم أقول عليها متواضعة مشان ما يقولون وزير الإعلام يعني عم يعمل بطولات وكذا والآخر تمام وبالإعلام السوري أنا علاقتي بالإعلام قديمة بس لما تكلفت بوزارة الإعلام بكل صراحة عم بيحكي اكتشفت اكتشافين متناقضين الاكتشاف الأول أن لدينا كوادر إعلامية هائلة ومميزة وراقية ومهنية ومحترفة بكل القطاعات من العمل التحريري للصحفي للإخبار للهندسي كوادر هائلة ولكن أيضا الاكتشاف الثاني النقيض أن أنا جزء من المشكلة فيه جزء من المشكلة موارد تمام ومش موارد فقط قلة موارد أيضا إدارة الموارد وفي جزء آخر من المشكلة استثمار هذا الكادر وحسن توظيفه بكل صراحة عم بيشتغل على هدول مو لحالي طبعا أنا لحالي ما فيني بعمل شي معي مجموعة من الخبراء والكوادر بكل المؤسسات الإعلامية عم نشتغل لاستنهاض هذه الإمكانية وإعادة النظر ومراجعة في إدارة الموارد والموارد هنا المالية والتقنية ووالآخر وكل هذا يتم في ظل الحرب الإعلامية وبالتالي قدرتنا على تشريك الحقيقة تمام الأهم شي أهم شي العنوان الأساسي كان أنه ما بدنا نقذب مشان نشي كلامنا خلونا عم نحكي صدق خلونا عم نخاطب الناس مع وجود أخطاء حتى أحيانا حتى لما نحكي صدق أحيانا بيطلع لك واحد بيقول لك المشهد الفلاني واللقطة الفلانية والكلمة الفلانية والآخرى ماشي أولا نحن في ظروف معركة يجب أن يقدر الناس ذلك تانيا كان عنا مشكلة في أننا الصورة ما عم ننزل على الميدان تمام وسرعة الخبر طيب رحنا على الصورة صلنا ننزل على الميدان طبعا الطرف الآخر صار إليك عم بلشوا يفبركوا صور صرنا الخبر السريع صار إليك شلون وصل التلفزيون السوري يا أخي على المكان الفلاني بهذه السرعة ما هو اللي قيله أنه وصلت ما التلفزيون السوري بعيد عن المكان الحالي تمشاي خمس دقائق وبالسيارة دقيتين عرفتها إليك بمعنى آخر كل شيء له جوابه طبعا بهذا الموضوع ليش التلفزيون أو الإعلام السوري ما كان بالمحل الفلاني وسمحته للقناة الفلانية لكل شيء اعتباراته وتفسيره نحن جاهزين جواب على كل رواية وكل قصة في عملنا الإعلامي أن نبقى مش نلامس الحقيقة في جوهر الحقيقة ولو حدثت أخطاء الأخطاء بتتصلح اليوم أنا بقول لك بكل جدية نحن ما كان عنا بالتلفزيون السوري قبل الأزمة ما كانوا مضطرين ما كانوا مفكرين أساسا يكون عندك مراسل حربي مثلا صار في مراسل حربي دربت الناس بلجوز ما دربت أكاديميا ودورات تدريب آخر دربت على الأرض بس في تدريب إلها أيضا الأكاديمية الأرضية موجودة تماما اليوم الناس ما كانت تعرف يتحرر بعض المسائل لأن أول مرة تتعرض لمثل هذا النوع من التحدية تغير الموضوع مع ذلك أنا بقدر إللك الإعلام السوري بالمجمل بما له وما عليه بعيوبه وحسناته تمام يبقى إعلاما وطنيا نعم ويبقى قادرا وإعلاما جامعا انتبه جامعا وطنيا وإعلاما جامعا ونحن مقولتنا وشغلنا اللي عم نشتغل عليه هذا كان بالبيان الحكومي هذا الإعلام إعلام دولة وليس إعلام حزب وليس إعلام شخص وليس إعلام تيار وليس إعلام اتجاه ونريد أن يكون كذلك هذا إعلام إعلام الدولة والشعب السوري شعب هذه الدولة لذلك هو مفتوح على كل النقاشات وكل الخيارات وكل وجهات النظر وكل الآراء واللي مش مسد يجربنا أستاذ عمران هذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال الشق الثاني لماذا لا نرى مشروع إعلامي عروبي يستقطب أصحاب الفكر العروبي لمواجهة الأفكار الأخرى الضيقة التي تتعرض لها المنطقة شوف الحديث عن أي مشروع عروبي بالسياسة ولا بالإعلام ولا بالاقتصاد مهمة كثير أنا على خلاف الذين يعتقدون أو يرون أو يتشائموا أو أحزنتهم مواقف بعض العرب حتى من القوى السياسية للأسف حيانا تسمع حدا يساري ناصري أو قومي أو حتى بعثي في بعض الدول العربية بيطلع برواية أو بقصة بتتفاجئ أنت أنا بقول هذا ما بيعكس جوهر الشخص اللي عم يحكي بيعكس حجم التضليل الذي تعرض له هذا الشخص أو هذا التيار كمان نحن عمنا مش عم نحكي عن التضليل طيب إذا التضليل أحيانا ندخل إلى بيوتنا إلى بيوتنا مو كذب هذا الحكي يعني نحن في البيت الواحد أحيانا بجوزة تلاقي أخي مختلفين واحد مقتنع بالليئات له بعض القنوات وواحد لا طيب هاي حقيقة مش كذب هذا طبعا عم بحكي أنا في بلاية الأزمة طيب عند الآخرين ونحن بجوزة تلفزيوننا ما عم يوصل وبسنا ما عم يوصل لكل المحلات بسبب العرب سات والنايل سات والآخرين تمام ما هي طيب هذا هذا الكلام بده مقاربة جدية كتير المشكلة ليست في طريقة تفكير الناس والآخرين المشكلة أيضا في حجم التضليل حجم التزوير لذلك يجب أن لا ننقطع سياسيا وعروبيا وقوميا عن كل القوى السياسية نعم عربية وقومية وأن نبقى نتذكر بأنه يجب أن يكون هناك دائما مشروعات عمل قومي ربما هذا المشروع المهم لأن هناك تيارات شعبية كثيرة في الدول العربية تقاربت أفكارها مع الأزمة في سوريا مع الشعب السوري وهي قامت بمسيرات أيضا مع الشعب السوري لذلك نحن نتحدث عن هذا الموضوع سياسة الوزير أنتم متهمون بأنكم لا تدخلون إلا الصحفيين المقربين من دمشق ومواقفها هل فعلا سوريا مستعدة لمنح أي إعلامي في العالم تأشيرة الدخول لأراضيها لنقل الحقيقة وما هي الشروط الواجب لذلك شوف أنا مبارع عملت لقاء مع سيانين سيانين ما أعتقد أنه مقربة تمام ودخلت إلى سوريا كل المحطات دون استثناء بي بي سي وإي تي إن وفرانسو قنوات كثيرة والسي ان ان يعني شو بدك دخل المحطات وصحافة أد ما بدك نحن عطينا أكثر من ثلاثمائة موافقة منذ مطلع العام حتى الآن نعم لوسائل إعلام عربية وإجنبية وغربية ومن كل الاتجاهات وفي منهم فاتوا وكتبوا مقالات يعني سم علينا ماشي وكتبوا وفي منهم راحوا إلى محلات بدون ما يعلمونا حتى خفنا عليهم يعني نحن بشي راح وجرب يعمل كذا وفي منهم عم يكون موجود فريق منهم بالشام ويدخلوا بطريقة غير شرعية مثلا من تركيا أو من لبنان أو إلى آخر تمام مع ذلك تعاطينا مع هذه المسألة انطلاقا من رؤية محددة نحن مع أن ينقل الناس ودنقل الصحافة وكل التلفزيونات ما يجري في سويا هلأ بدون يجينا أكيد ناس جاي بهدف غاية محددة بيشوف أبيض بيكتب أسود تمام ونعرف سلفا أنه بدون يكتب أسود لكن هؤلاء الناس بدأوا يتغيرون أيضا بدأوا يتغيرون بالتعامل المباشر معهم بالمصداقية بالإلى آخر هلأ في محطات ومؤسسات رأس مالها وسياستها وتبعيتها ما بتسمح له الأخير وفي محطات لن نسمح لها بالدخول بشكل رسمي داخلة وعندها مراسلين فوق ببعض المناطق في الشمال وعمت بسر رسائل يومية تمام مثل الجزيرة والعربية وكذا وإلى آخر مهي طيب وفي منهم تعرضوا لمشكلات كثيرة رجالهم ونساؤهم للأسف تمام نحن بالنسبة لنا كل مؤسسة إعلامية تعمل بشكل حرفي مهني وهي مسألة نسبية كمان حرفي ومهني تمام مهينا تمام بس طبعا تعرف فيه إجراءات يعني مو كل يوم التاني بده يبعت لك وفد وكذا والآخر أنا مو عامل يعني مرجان تسوق تمام وجاي يغطي فعاليات وكذا والآخر المؤسسات التي هي جزء من الحرب على سوريا جزء من الحرب على سوريا ما بتفو بس بكل بساطة بكل بساطة نعم طيب سيادة الوزير جزء مما تتعرض له سوريا يرتبط بتصفيت القضية الفلسطينية وقبل أيام كان عرض التنازل تبع حمد والعربي حول تبادل الأراضي والتي تم وصفه بأنه وعد بالفور القطري ما الذي يحاك للقضية الفلسطينية شوف ما الذي يحاك للقضية الفلسطينية ما يحاك للقضية الفلسطينية ليس جديدا من أساس القضية الفلسطينية أساسا كلها يعني عملية حياكة مؤامرة طويلة عريضة عمرها عقود مهي لكن ما يحاك الآن لتصفية المطالب الفلسطينية بشكل نهائي وبالتالي يعني أنا لما سمعت هذا الخبر وسمعت تصريح تبع قطر وزير قطري تمام حمد اللي هو أنا لما سمعت كلامه حقيقة لم أصب بكل مصداقية عم حاك والله وبكل شفافية ما اندهشت أنه أنا شو متوقع منه مثلا مقا أكثر من هيك لا لا شو متوقع منه أنه إننا نقول من قلب واشنطن إما القدس وإما الحرب على إسرائيل أنا شو بها هيك بدي أحك ما هو يعني ما قاله كفر وما صمت عنه كفر تمام هذه الأرض الفلسطينية مش قادر حدا في العالم بالعالم وانا يعني مرأ ومرأ ومرأ وزراء ومرأ رؤساء وشو ما بدك ما حدا يستطيع يصفي القضية الفلسطينية وأي أحد بيبس القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني تبعي حقوق الشعب الفلسطيني السابقة للفصائل والسلطات والدول والرؤساء والزعامات فالسابقة إلنا كلنا تمام أي حدا بيجرر بيمسه أي حدا بيجرر بيمسه يسقط تلقائيا نعم سيادة الوزير يعني هذا السؤال يطرحه الآن على أعتقد جميع المواطنين السوريين وكالات أنباء تناقلت عن أن إسرائيل قامت بقصف قافلة سورية متجهة إلى لبنان حسب زعم المصادر يعني لكن حتى الآن ليس هناك تأكيد أو نفي لا من الجانب الإسرائيلي ولا من الجانب السوري ما دقت هذه المعلومات؟ أولا طلع أخبار كثيرة حول هذه المسألة هناك تدقيق سوري جدي في هذا الأمر حتى الآن هذا التدقيق لم يصل إلى نتائج عندما يصل هذا التدقيق إلى نتائج سنقول كل شيء بشفافية وعلى العلد هذا قولا واحدا تمام وأقول بكل صراحة سوريا مش مكسر عصا وهذا الكلام بقوله للكل للكل من هنا أنا كوزير إعلام أقول لكل من ظن خطأ سكرة تمام صاحيا نائما مستيقظا تمام حالما متأملا أن تكون سوريا مكسر عصا أقول له أنت مشتبه وواهم وعلى خطأ كبير نعم الجيش العربي السوري يطبق الخناق على الإرهابين في معظم الأراضي السورية ما الذي تريد أن تقوله سيادة الوزير لمن حمل السلاح أنا أقول لمن حمل السلاح من السوريين أولا خطأ ظن اعتقادا تضليلا إلى آخره هناك فرصة متاحة كبيرة جدا لغمي السلاح وبدء سيرة ذاتية ووطنية جديدة وهذه دعوة جادة وحقيقية ومسؤولة وأقول لمن جاءنا من الخارج تحت أي مسمى وعنوان ومن أي بلد وإي جنسية ومن أين عبر مش مهم تمام في إدامه فرصة ليشمع الخيط في إدامه فرصة هذه الفرصة ليست طويلة ليست طويلة ماشي لن يعني البلاد لم تهن ونحن قوم لم ولن ولا يسهل علينا الهوان ولا يستطيع أحد أن يهيننا أو يستهن بنا سيدة الوزير كلمة أخيرة للسوريين ولأمهات الشهداء تحديدا الحقيقة أولا للسوريين أقول يعني الوطن بالمجمل بالمجمل رغم جراحه ورغم آلامه الوطن باقي على راسنا من فوق ونحن يعني يعني نستعدين أن نكون مداسا لهذا الوطن جميعنا بالتأكيد وأقول لأمهات الشهداء بكل صراحة ولعائلات الشهداء كل حدا بيقلكن تعازينا وإلى آخره أو بهني أو إلى آخره تمام تهني بالشهادة أيضا اسلوب وسلوك سوري ليس في لغتنا ولا في قواميسنا لا جملة ولا كلمة ولا بيت شعر ولا شيء في العالم تمام إلا قوله تعالى ولا تحسبا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ليس لدينا غير هذه الآية تمام من كلام نقوله والحقيقة أنا أقول لك بكل صراحة فلنجرب نبحث بكل القواميس ويألفوا الشعر ويكتبوا الكتاب الأخير والله لا يوجد شيء يعادل قيمة هؤلاء وقيمة هذه الشهادة وقيمة هذه التضحيات سوريا باقية وسوريا عظيمة وسوريا أمنا جميعا ومستقبلنا جميعا ووطننا جميعا أنا أدعو العقلاء كل العقلاء بغض النظر عن تماءاتهم الحزبية والسياسية وموقفهم من الأزمة السوريين الوطنيين السوريين في كل مكان في الداخل والخارج إلى لحظة تبصر وشجاعة ووقفة عز وطنية مع الذات أولا ومع الوطن لنبدأ يوقف مع حالو بالأول واحد وكل شيء بيصير شكرا لك الأستاذ عمران الزابي وزير الإعلام كنت معنا على الهواء مباشرة الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام الرحمة والخلود لأرواح شهداء سوريا البررة وتحية لأشاوس جيشنا البطل مشاهدين الكرام نحن في معركة نكون أو لا نكون ولكن كنا وسنكون وستبقى سوريا بألف خير إلى اللقاء